اشتركوا في القناة كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى الخليفة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيلة وقد تم تتويج للفائزين في السباق حيث قام السيد توفيق شرف العلوي مدير عام نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الصخير إلى المضمر يوسف طاهر فيما قدم السيد عبدالرضى العفو المدير العام لشركة عبدالهادي العفو وكأس المرحوم عبدالهادي العفو إلى المالك الفائز فاضل جمعة كما تم تقديم جائزة تذكارية إلى المضمر الفائز أسامة هاشم وجائزة تذكارية إلى الفارس الفائز أندرو إليوت وقد اجتمل السباق على سبعة أشواط اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة